دلوقتي مشاهدينا مجز لهم الأخبار مع منا شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة ديوف مصر الكرام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة كما استعرض القادة خلال لقائهم عددا من القضايا وتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفا فيها موضحا أن القوات الأمنية ستبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي وشدد القاظمي على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذات طابع سياسي موجها بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنينزيا أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوريجيا للطاقة النووية مشيرا إلى أن قوات كييف تقصف محطة زابوريجيا النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية تقيلة وأضاف مندوب روسيا أن الوضع قد تدهور فيما يتعلق بسلامة النووية خلال الإسبوعين الماضيين قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية تستخدم منشآت مدنية لأغراض عسكرية وفي تصريحات أضاف ميزينتسيف أن ما قرر تنسيق المشترك الروسي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا بالاشتراك مع السلطات التنفيذية الفيدرالية ذات الصلة يواصل تسجيل حقائق الإجراءات الإجرامية لنظام كييف ضد المدنيين واستخدام المنشآت المدنية في أغراض عسكرية أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده ستعلن عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا وذلك في أكبر حزمة دعم أمني لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض سيعلن اليوم عن هذه الحزمة من المساعدات خفض البيت الأبيض بشكل حاد توقعاته لنمو النتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للعام الحالي من 3.8% في تقديراته السابقة في مارس إلى 1.4% وأشار البيت الأبيض إلى أن أسباب التباطئ ترجع إلى عودة ظهور متحول أميكرون والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يتوجه أكثر من 14 مليون ناخب في أنجولا اليوم إلى صندوق الاقتراع لانتخاب 220 نائبا برلمانيا جديدا واختيار رئيس جديد للبلاد وذكرت وسائل إعلام أن ثمانية أحزاب سياسية تتنافس في الانتخابات التشريعية بينها حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1975 وأيضا حزب الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي المعارض نهاية موجز التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر